السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ونعود إلى موضوعنا السلسلة التي وعدناكم بالحديث عنها وهو أنه بعد فرصة رمضان والصيام والقيام تأتي الفرحة ربنا عز وجل وعد العاملين بالأجر الكبير في الدنيا وفي الآخرة فالحمد لله عباد الله المؤمنين أبضوا رمضان بكل ارتياح أبضوه في العبادة والصيام والقيام وتلاوة القرآن والبدل والإحسان لتحصيل التقوى ثم ها هي ست أيام من شوال تقريبا انقضت معظم المؤمنين والمؤمنات صاموا هذه الست من شوال المباركة قبل الله وبعدها تبدأ الأفرح موسم الأفرح موسم الأعراص موسم الخطوبة موسم اللقاءات كله يبدأ في هذه الأيام من شوال والسنة النبوية الشريفة أن كل عقد قران وكل عملية خطوبة وكل عملية زواج وكل عرس أو فرح في الغالب يتم في شوال لأنه شهر البركة كل من تزوج أو عقد قرانه أو خطب في شوال يكون مباركا بإذن الله ولهذا كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما تسأل يا عائشة ما سر سعادتك الزوجية ما سر تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بك ما سر اعتزازه بك أكثر من غيره فقالت لأنه خطبني في شوال وعقد بفي شوال وبنا بفي شوال تحددنا في الحلقة السابقة عن أول خطوة للزواج وهي الخطوبة فالخطوبة كما سبق الذكر هي ليست زواجا وإنما هي وعد بالزواج حلقة اليوم نخصصها لكيفية تعامل الخطيب مع خطيبته هذه المرحلة هي قبل الزواج مهمة للغاية لأن فيها يتم التوافق ويتم التفاهم ويتم الرضا وبالتالي نلتقل إلى المرحلة الثانية وهي عقد القراد والزفاف الميمون وتكوين أسرة تكون إن شاء الله لامدة حسنة في بناء المجتمع فكيف يمكن أن يتعامل الخطيب مع خطيبته وكيف يدبرون هذه المرحلة ولماذا هذا السؤال لأنه أحيانا قد تقع أخطاء في هذه المرحلة بين الخطيب وخطيبته ومن تم تفسخ الخطوبة ونسمع بأن فلان تخلى عن هذا المشروع وفلان أيضا زهدت فيه ونأسف لذلك والسبب هو أخطاء منهجية تكون من الطرفين نحب أن ندبها إليها كيف ممكن للخطيب أن يعامل خطيبته وكيف للخطيبة أن تعامل خطيبها طبعا هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتوطيد العلاقة بين الطرفين في فترة الخطوبة أول شيء هو لابد أن ندرك بأن المرأة تعرف طبيعة الرجال والرجل يعرف طبيعة النساء نحن جميعا أبناء آدم وحواء لكن نحن مختلفون في النفسية الرجال عادة عندهم صفة تسمى الآن كل رجل عنده الآن بداخله وأحيانا قد يتضخم عنده الآن فيقول أنا الرجل وأنا صاحب الكلمة المسموعة وأنا الذي سوف أنفق والقيادة ستكون لي فهذه الطبيعة لا نستطيع أن نزيلها من الرجل لأنها نصيق به حتى ولو بدأ أنه إنسان معاصر في بعض النساء ربما يقع على انخداع ترى رجل يتشدق بكلمات عن المساواة وعن تحرير المرأة وأنه ليس عنده عقدة ولكن الرجل في طبعه وفي أصل خلقته يعجبه جدا أن المرأة التي اختارها زوجة له وأما لأولاده أن تكون محافظة في طبيعته هو قبل زواجه لما كان شابا يبدو كثير الضحك وكثير الغزل مع الفتيات وربما يأخذ الحياة ببساطة شديدة ولكن حينما يريد الزواج فإن شخصية غريبة تكون بداخله تبرز شخصية أبيه وجده يعني إنسان فيه كرامة وفيه عزة ويخاف على أرضه هذه الخاصية هي خاصية في جميع الرجال الرجال كلهم متساودة في ذلك لا فرق بينه في المتدين وغير المتدين لا نقول فقط المتدين صاحب اللحية والقميس عنده هذه الصفات حتى الذي بدون لحية حتى الذي يلبس لباسا عصريا نفسه نفس المتدين بل وحتى الصالح هو الفاسق قد يكون إنسان صالح وقد يكون إنسان فاسق ربما كان يشرب الخمر ويتعطى المحرمات ولا يأبه بذلك كل الرجال سواء وربما كان فسق الرجل وتجاربه الماضية داعية إلى الكثير من المزيد الثقة بالخطيبة الرجل كان عنده الماضي وكان عنده علاقات غرامية مع النساء هذا يعد عنده الشك الزائد لأنه فقد الثقة يقول لك يا ما فعلت كذا وكذا الأمور سهلة وربما المتدين والمحافظ غني يكون أكثر ناس تسامحا وأكثر ناس نية لأنه لا يعتقد بالخديعة ولا يعتقد بالخيانة لأنه لم يجربها ولم يقع فيها فهو عنده مبدئيا حسن النية لكن الرجل اللي عنده ماضي واللي عنده صوابق تجده دائما كثير الشك يشك في الزوجة لأنه عارفش يوقع في المجتمع فهذه طبيعة في الرجل فعلى كل مرأة أن تنظر إلى هذه الطبيعة وتحاول أن ترعيها بالمقابل المرأة الخطيبة في الغالب كالقوحة صفة عنده النساء هي صفة العداد كتكون فيها صفة حسنة جميلة جدا عدة صفات الترحاب الإكرام كثير من الصفات الجميلة لكن واحد صفة من داخل بحال الشوكة وسط الوردة واحد الوردة جميلة فيها الشوكة هذه كتسمة خلق العداد عند المرأة وطبعا الشخص العديد ليس سيئا لكنه يخشى أن يكون مخطئا فيحاول أن يتمسك بموقفه دوما لإتماث أنه محق وفي الغالب الإنسان العديد يغلق أبواب الحوار مع الطرف الآخر حينما تأتي الفترة للخطوبة هنا كيكون طرق التعامل بين الطرفين لا بد أن يكون الأمر مبني على الصدق أولا الصدق لأن التمثيل هنا والتصدع قد لا يدوم كثيرا الإنسان يبقى على سجيته لهذا ينصح أن الخطيب والخطيبة كل منهما يحافظوا على تصرفاتهم الطبيعية منذ أول لقاء خليك على طبيعتك بدون تزييف ولا كذب لا تدك شيء ما غيروش فالطبيعة التلقائية والصدق هذا فيه نعمة كبيرة حتى ولو كان هناك واحد العيب غني يظهر وتم سرعان يلتمس له العذر الزواج بين الخطيب والخطيبة هو لا يكون فقط بين الشاب والشابة هو اندماج لعائلتين كي يقع واحد اندماج بين أسرتين ففي العالم الغربي غالبا العلاقات للمحبة تكون بين ذكر وأنت يعني هما أحرار حتى في الوطن العربي خصوصا عند عادات وتقاليد وفي العالم الإسلامي عند وحد القيم نحترمها فهذا الزواج واندماج بين أسرتين مختلفتين ولهذا ينبغي أن الإنسان كما يعطي الاعتبار للزوجة يعطيه الاعتبار للعائلة ديالها أمها وأبها وإخوتها وهي أيضا لا مد أن تحترم أباه وأمه وإخوته وتكون علاقة دائما مبنية على المودة والابتسام الدائم أحيانا تبدأ بعض الأشياء عند التعرف عند الشخصية الخطيم والخطيبة بل لكي يوقع واحد دوع من العزلة بينهما كي يبعدوا عن العائلة وكي ينفاردوا فيما بينهم لكي يتعرف إليها لأنكي اللي كيخطب بحل رمضة مغمضة هذا هو وزهره قد ينجح إليك النية كينجح حابلوا واحد كنسوله هل وقع عليك نقاش وحوار مع خطيمتك قبل الزواج ليقول لك والله بعرفتها بات لي هكذا ابتسامة وتزوجنا يعني بحل الرمضة المغمضة إليك النية ربك يبارك فيها وكتكون الحمد لله الأمور طيبة أكثر مما كنت تضد ويخضر كل عكس كي اللي ربما فوجئ فيما بعد بأشياء أخرى كي اللي ربما صدم بصوت المرأة وبطريقة كلامها كي اللي صدم بمنطق تفكيرها وأيضا المرأة قد تصدم في الرجل تصدم فيه ربما أنه له طباع وله سلوكيات إما فيه المخل وإما فيه الشك الزائد وإما وإما فلا بد أن تكون هناك من الأفضل أن تكون هناك واحد الجلسات ذي التعارف هالتعارف يكون فيه نقاشات وحوارات هادفة فينصح أن الإسان أنه يدرم نفسه على ترك حياة الاستقلال لما كنت شاب عازم حل الطير الحر أنت حر مع رأسك فيما عجبك كتباته فيما ولا كتبشي لكن الآن لم تعد حرا قد بدأت التقل من عالم الحرية إلى عالم القفص الذهبي ينبغي أن تترك حياة الاستقلال وحينما تدخل إلى هذا العالم للشريك قد تشعر بعض مرات بوحدنا من الضيق بسبب الاختلاف اختلافات تشمال الكثير من الأشياء ربنا خلقنا وبدأ خلقتنا على اختلاف الطبائع واختلاف الهوايات واختلاف السلوكات بل واختلافات منطق التفكير عليك أن تكون متقبل لمبدأ الاختلاف لأن لما يتقبل الاختلاف غضي تعب وسوف يتعب من حوله يامكس بعد قصص خطوبة باءت بالفشل والناس صاروا في حالة من الدعر وفي حالة من السوء والسبب ببساطة هو أنهم لم يدربوا أنفسهم على تقبل الاختلاف مع الآخر لا بد أن تعرف بأنك أنت والآخر هو الآخر الأنا والآخر وكل مننا له طبيعة تفكير وطبيعة سلوك وله اهتمامات وله منطق خاص به فعلينا أن نتقبل الآخر ثم علينا أن نجد الطرق والوسائل الجيدة التي تساعدنا على التوافق فيما بيننا قل المكفش نتوافق ونتقارب في منطق التفكير وفي التدمير شؤون الحياة أحيانا الرجل هو الذي ينبغي أن يكون السباق يتقرب من المرأة دائما المرأة هي كائن لطيف ولكن الرجل باعتبار خلقته قوي وشديد هو الذي ينبغي أن تكون منه المبادرة فيتقرب إلى خطيمته بطرق لطيفة ورقيقة ويزيح حاجز الخجل في الغالب هناك الخجل يكون بينهما فيمنعهما من وضوح الرؤية ولابد من استعمال الأسليم المهذبة التي تجعل المرأة تحترمك لأن الشاب الخطيب لا استعمل شي طرق غير مهذبة الزوجة تقول هذا عنده صوابق وهذا عنده كذا وكذا وهي ستكون زوجتك في المستقبل فلابد أن تنظر إليها باحترام وتعاملها بأسلوب مهذب إذا لا قدل الله وقع دوع من الخلاف فلابد أن نتعلم فد إدارة الخلاف والنزاعات ونحتفل دوما على الاحترام المتبادل إذا وقع خلاف الرؤية يبقى الاحترام المتبادل وعلى الخطيب أن يشعر خطيمته بالأمان لأن المرأة أول مرة كتشوف الرجول طبعا كتشوف في ذلك الصورة الجسدية يعني شكله شعره بشرته ولكن هذا غير واحد نسبة النسبة المهمة التي تعتمد عليها المرأة كتسول نفسها واشهد الرجل غير شعور به بالأمان أم لا هذا سيكون زوجي المستقبلي وسيكون أبو أولادي واشهد يقدر يوفر لي الأمان والاستقرار أم لا أما الجمال فهو يبقى دائما نسبي ثم لا بد أن العلاقة من الخاطب المخطوبة في المرحلة الأولية تكون فيها الصراحة والوضوح وتحديد المسؤوليات كينين بعض العائلات اللي هم المحافظين يقول لك خليها على الله كينزوجوا هاكا بدون أن يفتحوا حوارات ولا نقاشات ولا أي شيء كنا عرف واحد العشرات من العائلات يلو بسم الله وتزوجوا غمضوا عينه وبشاو وبدك النية يلقوا ربري يلقوا مولادا وربي بارك لهم وكان زواج طيب وكان حياة مستقرة ولكن شيء مشكل بسيط سرعان ما يتم تجاوزه لكن كين هناك أوسات أخرى اجتماعية معاصرة من أبناء الوقت يقول لك لا نبدا أننا نخذ كافي في واحد منطقة خاصة ونتحاور فيما بيننا وكتلقاهم يتكلمون بصراحة خصوصا تحديد المسؤوليات والمسؤوليات كتشمل مثلا هذا المرأة وش هي غتشتغل في البيت ولا غتشتغل في الوظيفة ولكن عنده واحد المدخول وش غتساهم في ضفقة على ضفقة البيت إذا كان البيت كراء أو ربما عنده أقصط وكذلك ترمية الأبناء شو غتشتغل المسؤولية دياله كذلك هل سوف يتشاركان في الأمور المالية كإيجار المنزيل والحاجات الأساسية بحل التنقل الصفار المصاريف الأخرى الكهرباء الماء مواد الغدائية ترمية الأطفال تم درس ديالهم وش غن يكون 50 وش الراجل اللي تحمل المسؤولية ولا المرأة اللي قد تكون كده كده مع العائلات اللي هما معاصرة متحضرة كتأمن بالجانب الحقوقي يقول لك لا بد من وضع النقاط على الحروف وكتلقى في الغالب هناك تقع مشاكل كده يقول لك شوف خليه على الله خليدك شهدك سفيدة غتبحر وربي غدي تقضها وغتصل المرأة الأبن الناس أشكال وألوان ثم لا بد في المعاملة إلا كانت استضم الرجل بأن المرأة ربما فيها واحد صفة كتكون عندها واحد دوع من العينان غير تفاجأ لأن المعظم العلاقات الزوجية أو الخطوب الفاشلة السبب حينما يشهر الرجل الصيف للأدى عنده الشعور بالعظمة والرجل والمرأة بالمقابل تشهر السيف للعينان هناك يعود واحد دوع من الحرب الخفية حرب باردة بالعلاقات النفسية لا بد أن يكون لكي نتجاوز هذه المرحلة يكون واحد دوع من الاستباع والتفهم المتبادل من الطرفين لا بد من تعزيز التواصل وحل الخلافات بوض ودائما شيء من التنازلات تنازل جميل يكون بعد الأحيان فيها رحمة لكن إذا كنت المرأة أو الخطيبة الشد عنادا فالشاب عليه أن لا يستسلم مباشرة لقراراتها في مختلف المواقف والمواضيع المطروحة لأن هذا سيجعلها تقبل دائما التنازل فإذا كنت عنادها الشديد لا بد يكون أيضا عنده واحد الموقف اللي لا يقبل دائما كل شيء وإلا غد يبقى عمره كله كيقبل كل شيء ولو كان خاطئا وهذا غيقلل من محاولة الإقناع لا بد من تجنب الإنفعال والغضب إلا كان برا برا يا ما أنا حضرت بنفسي حضرت بعض الأزواج الجدد من التي تكلم بعضياتهم كتلقى هم يعني مستوى رفيع كتلقى عنده مهندس الشاب احتي عنده واحد شهد عليا ربما الباستر فيه ولكن حينما نصل إلى العلاقات الإنسانية كنساو المستوى الثقافي وكنساو الشواهد العلمية العليا المحصل عليها وإنما تمرز طبيعة حواء وآدم فقد يقع الإنفعال وقد يقع الغضب وقد يقع الجدال الشديد هدى لابد من محاولة ضبط النفس بالحوار وطبعا الحوار ليس هكذا على هواهده يستحسن دوما اختيار المكان والزمان المناسبين مكان فيه هدوء وبالباك يكون حوار هادئ ولا بد للخاطب أن يراعي الحالة المزاجية للمرأة لعل الخاطب هذه اللحظة تكون عندها ربما العادة الشهرية رأى كتكون غير غير في وضعية غير غير مرتاحة كتكون قلقة نجرة حتى حجمة كتعجبها في ذلك اللحظة حاول تجاوز هذه المرحلة يعني كيكون الرجل عنده واحد الفنية في التعامل مع المرأة هذا كتدخل العائلة العائلة لم يد أن تكون حاضرة فأول شيء العائلة كتحاول أنها تجمع بالخاطم والخاطبة وكتحاول أنها توفر لهم الظروف العامة بشي يتزوج بسرعة لأن الخلوة الكاملة والمساحة الطويلة للخطبة ستجمع المشاكل كل ما استطاع أهل الخاطبة والمخطبة يقدمون لهم المساعدة والإصراع بعقد الزواج ويدلل لهم الطريق من العقبات لأن الإنسان بعد العائلات يرهقون الخاطب بالمطالب خاص لهم مدة كذا وكذا 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 يبقى يفكار وخصو يجمع المال هذه الأمور ربما كلما طالت المدة الخطوبة كيدخل إبليس كيدخل العين كيدخل الحسان كيدخل مشاكل نفسية وقد تؤدي إلى فشل الخطوبة فعلى المبتدئين بالوسائل الممكنة لتهيئة بيت الزوجية وتهيئة الظروف العامة ولا للخطوبة الطويلة لأبد لأن فيها مخاطر شديدة وربنا يقلب القلوب ويقلب الأبصار وطالت المدة تلك شهور مع شهور سنة ما الذي يقع تتقلب القلوب وتتقلب الأبصار وقد يقع الفسخ والعياد بالله أحيانا بعض الفتيات كتلقى بعض الصفات في الرجل يقول لا يحدر منه أو هو يقول لا يحدر منها وهو أول شيء هو عدم الحماسة عدم الحماسة لهذا العقد القران لأن المفروض أن الإنسان حينما يخطب يكون متحمس للزوج إلا شف ذنب مبارد وما كيش الحماسة إما المرأة لا تتحمس لهذا الزوج أو للزوج لا يتحمس لهذا المرأة الجانب المادي مهم كثير في مستقبل الحياة الزوجية كلي كيخطط كثير للجانب المادي شحال يربح شحال غدا يشيط له شحال غدا يبقى له وكيشوف الغالاء الأسعار وشغل تكون حياة اللي هي مستقرة السكن وشغل يكون في واحد منطقة اللي هي محترمة أو عشوائية أو شعبية الجانب المادي مهم كما أن المرأة تنظر إلى الرجل إلى جيبه شحال يربح ركال مع الشباب خصوصا في الفترة المعاصرة احتهم لو عندهم نفس نفس التفكير من منطق المساواة ومقاربة النوع تاهم يقول هي هذه الفتاة شحال عندني المال أو أبوها أو عائلتها فالجانب المادي لا ينبغي أن يكون مفرطا ولكن هو مهم لأن بالمال ممكن أننا نوفر حياة مستقرة لكن لا ينبغي أن يطغى أكثر من اللازم لأنه سوف يهدم هذه العلاقة وتضيع العواطف وتبقى باردة مبنية فقط على الحسابات المادية الصراحة مهمة الصراحة بين الرجل والمرأة في أول الطريق مهمة الغير الصريح عليك أن تحذر منه لأنه قد يكون متقلبا في آرائه ومتقلبا في مواقفه ولا تأمن له الصراحة مهمة ثم لابد أن يكون هناك التوافق الفكري والثقافي نحرص على أن نوفق فيما بيننا لكن لكان هناك الجانب الديني يجمع كل شي الجانب الديني يغطي على الجميع يغطي على كافة العيوب الجانب الديني هو الأساس هو القوي هو اللي يخلي الرجل يقبل المرأة على عيوبها والمرأة تقبل الرجل على عيوبه إلى كان عنده الجانب الديني كان في الصدق للتديون وكان عنده الإقبال للعبادة والتوافق الفكري والثقافي يكون مطلوب لكن إلى كان الجانب الديني يغطي عليه فلابد أننا نحرس عليه ونخشق المقارنة بين الأطراف إلى كان الرجل يبني يقارن بين الخطيبة ومن نساء أخريات أو المرأة تقارن بين خطيبها ورجال آخرين هنا وقعنا في المحضور ينبغي ترك المقارنة يعني هذا الشخص اللي يجاكره هو هو القدر يلاك ولابد أن ترضى به ولا تعقد مقارنة يقع الفسخ والرجوع الخطوبة إلى كان أحد طرفين يبالغ في المقارنة فلاد أحسن منك في شكلها وفي أسلوبها هي تقول لي فلاد أحسن منك في مدخله المادنية وسيارته لبغفا شوني بغفا لكي يستعمل كيف ديرين شوف المنطقة دكساعة اللي عنده في دوك ديران آخر موديل شوف كيفش يتكلم باللباقاء وليتيكات هذ المقارنة كتأدي أحيانا إلى إلى انطباعات سيئة تؤدي إلى فسخ هذه الخطوبة ثم كذلك لابد أن نحضر من الشخصية الضعيفة خصوصا عند الرجل لك الخطيب شخصيته ضعيفة ويعتمد اعتماد كليا على غيره إما على والدته أو إخوانه أو أخواته وأصدقائه في كافة أمور حياته لابد أن تكون عنده شخصية نسبيا قادرة على تحمل المسؤولية الشخصية المتدمدة بالضعيفة يخشى أنها لا تستطيع تحمل المسؤولية ثم لنحضر من الغير الزائدة الغير الزائدة هي خطيرة تسمى الغير القاتلة تدمر الحياة الزوجية كلي مشكاك دائما المرأي الله بدأ معها ويبدأ يسول معا ما تكلمتيش كلي جوابك في التليفون أجي نعرف يا ما حضرت لعلاقات هكذا غريبة الخطيب أعطى الزوجة دياله الخطيبة دياله السيارة قال لي قد تمشي لدار كذا العائلة باش تخضي من عنده واحد لأما هذا وشاف الكونتور الكونتور ديالسيارة شحال وباللي مشات ورجعت قال لي في المشيتي قد لي مشيت للهداء وقلت عد الغرض ورجعت كيقول الكونتور ديالسيارة باللي انطلق كالعداد فيه رقم كذا وكذا وانتي ضربتي كتربت 25 كم ولكن السخرة اللي اعطيتك في اغنست الكيلومترات اين ذهبتي اين روحتي وكيبدي يسول لكونتور ديالسيارة كلي كيبقى يسول في المكالمة الهاتفية ربما يبشي يسول حتى الادارة ديال الهاتف شكول تكلم شكول هذا غير قاتلة هذا لا يمكن ان يتحمل هالانسان طبعا الغيرة الطبيعية هي جميلة تكون لطيفة وتدشط العاطفة ولكن الغيرة الزائدة تكون قاتلة لما تكمل معه هذا غدي يعدبك في الحياة ثم الشر ما كيد في العلاقات هو الكذيب الكذيب كتكون العلاقة مبنية على الكذيب والخدع كي انسان كي جاء الفتاة كيخطبها لابس احسن لباس احسن سيارة احسن شقة وكل شي غير مكري كاري السيارة وكاري البدلاء وحتى الدار تيغ مسلفها وتضند الفتاة بانه يمتلك كل هذا وكي بخير تحدث عن نفسه وعن عائلته بانه اصحاب اموال واصحاب مقامات وكل ذلك كذب ومن المات يقول الفتاة بعد الزواج هذا هو قدري واني لا اكذب ولكني اتجمل هذا يؤدي الى خراب العلاقة العاطفية وحذاري وحذاري من الانسان المتسلط اخيم واسوأ الصفة في الخاطم او الخطوبة او الخطيبة ان يكون احد الاطراف متسلط صاحب الشخصية المتسلطة يتسلط عليك في التفكير وفي الاراء والخصوصية هذا بحل الاستعبار احذر هذا الى القيتي في هذه الصفة غير استعن بالله وتراجع لهذا كتكون الاستخارة مهمة في العلاقة الاولى بين الخطيم والمخطوبة والاستخارة مع الله سبحانه وتعالى كي بيليك الحقيقة للشي هل علي ان استمر ام اتراجع الى قدر الله تعالى ووقع التوافق بين الزوج والزوجة الخاطبين الله يكمل اليوم الرجاء وكيدوز المرحلة الثانية لهو الزفاف واللي هو عقد القران واللي هو البناء واللي هو الحياة الزوجية الى قدر الله تعالى ووقع عدم التوافق هناك نوصله الى مرحلة تسمى الرجوع عن الخطبة لان الغاية من الخطبة هي الوصول للتوافق لتكوين اسرة ناجحة بين الرجل والمرأة لكن قد يقع التراجع عن الارتباط بالاخر لاسباب كثيرة يسموها العلماء في الفقه الاسلامي من العدول عن الخطبة يعني الرجوع رجوع احد الخاطبين او كلاهما عن قراره هذاك يقول العلماء واش نرجعو وما نرجعوش الفقهاء منذ زمان تكلموا بتفصيل عن هذا الموضوع نختصره بان واحد الفئة من الفقهاء قالوا بكراهة التراجع كراهة ما نرجعوش وتكون تكون المسألة نصبرو ونكملو وكين طرف تانيق لك لا لا موقع التوافق يقع التراجع وكي بقى المشكلة للهدايا والأموال التي هدت قيمة واش نردوها ولا ما نردوهاش قالوا إذا كان التراجع من قبل الخاطب يعني ليس هناك استرداد أي شيء ولكن لك المطرف المخطوبة نعم نستردو الهدايا ونستردو الذهب وغيرها من الأمور هذا الأمور إن شاء الله ما نتحدث عنها في برامج أخرى اللي هي فقهية محدة سنتكلموا فيها عن الأحكام الفقهية في الفقه الإسلامي كما وضع العلماء وهي سلاسل من ذهب تفيد أبناء ومداتها لكن إلى تم التوافق الكامل بين الزوج والزوجة هذا هو المبتغى أنهم يمشون إن شاء الله تعالى إلى الطريق المفروش بالورود والأزهار وكي يركموا في السفيدة دي الأمان وكي يتموا غاد في 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 تكلاؤهم عناية الرحمن في أمن وأمان حتى يصلنا إلى بر الأمان وكي يكون الزفاف وكي يكون العرس وكي تكون الفرحة والسرور وهذا هو الأمني يدينا اللي قد تكلموا عنها في الحلقات المقبلة كيف يمكن أن نصل إلى بر الأمان كيف يمكن أن نصل إلى التوافق ونصل إلى إلى المحبة وتكون الفرحة عظيمة وكي نوصي كي نوصي أي واحد لقى مشكلة الحلول كثيرة لكن إذا غابت عنه الحلول أو لم يعرفها فعليه أن يتمسك بالصلاة على النبي غيرت تشوف فاصل بأنك وحلتي ما عندك حتى شي طريق من طرق ما تفقش كثير وما تفقش ستاشر كثير خليك مع ربك وصلي على نبيه وصفيه وإمام المرسلين ربنا عز وجل وعد بأن من صلى على النبي يهيئ له الأمور ويفتح له الأبواب المغلقة ويرزقه من حيث لا يحتسب فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل ببركتها الفرحة والسرور والبهجة والحبور على كل خطيب وخطيبة وعلى كل عريس وعروسة وأدي من الله الأفراح على الجميع قلوا معنا جميعا آمين 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 ببركة الصلاة على سيدنا محمد ابن عبد الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة